احنا اخترنا النادوة دي بالذات حتى نبعث برسالة الى العالم بان مصر امنة ومطمئنة رغم ان العالم كله يعني في حالة قلق وفي حالة خوف نتيجة جائحة كورونا لكن الاوضاع الحمد لله مستقرة فقلنا نطلق هذه الدعوة من سيناء مرحبا بكم في سيناء تعالوا الى سيناء لان سيناء مفاش اصابات بكورونا جواها الرائع جواها العظيم وايضا سيناء من اكثر المدن المصرية اللي تأثرت بجائحة كورونا في انخفاض معدلات السياحة بهذا الشكل الكبير فطبعا دي بوناسبة طيبة لذلك احنا كنا حرسين اليوم ان يكون موجود عدد لبأس به من المراسلين العرب والاجانب عشان يغطوا الاحداث احنا بنركز على مؤتمر اعلامي يوم الاحد القادم في مدينة شرم الشيخ هيعقد وانا وجهت الدعوة لجميع الوكالات الانباء والصحف ورجال الاعلام والتلفزيونات المصرية حنقول في سيناء في الحاضر والمستقبل ايه الرؤية التنموية لسيناء لغاية عشرين خمسة اربعين لازم عندنا خطة لازم حنقول لكم حنقول لكم عليها ايه اللي احنا بنعمله ايه اللي اتعمل من 2014 حتى الان اتعمل حاجات كتيرة قوي اتعمل شغل يعني جبار لازم الشعب يعرفه ولازم الاعلام يسلط عليه الضوء ويمكن حنبقى في الزيارة دي هيبقى فيه بعض الخروج يعني ممكن نروح الطور نروح كاترين نروح الاماكن دي عشان نشوفه على الطبيعة ايه اللي بيتم ايه اللي بيجرى طرق اللي تم انشاءها الجامعات اللي تم افتتاحها المتحف العظيم اللي موجود في شرم الشيخ ترجمة نانسي قنقر